بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics الوحدة الخامسة Kinematics and Fluid Motion طيب خلال هذه المحاضرة فقط راح نسوي تطبيقين سهلين للمعادلة الأخيرة اللي شفناها في الحصة الماضية وهي حقة Acceleration, Autonential Acceleration and Radial Acceleration نبدأ مع المسألة الأولى اللي هي Along Straight Streamline The Magnitude of the Velocity is Given يعني Velocity موجودة بالطريقة هذه بالطبع وحدة حقتها Meter Per Second المطلوب Calculate the Velocity Magnitude at Point 8, 6 مجرد هنا تطبيق مباشر أني نعوض x بثمانية y بستة جذر ثمانية تربيع مع ستة تربيع في سفر أربعة لو سويت الحسابات هنا حقة الجذر راح تجي ستة أربعة وستين مع ستة وثلاثين يعني تقريبا مية لو ضربتها سفر أربعة راح تجيني نتيجة حقتي أربعة متر ستة أربعة متر التطبيق الثاني اللي راح نشوفه هنا هو في حساب Acceleration المطلوب هو حساب Tangential and Radial components of Acceleration فنشوف الرسمة هنا فلاحق أنه عندي إيش أنه عندي displacement موجودة على هكي يعني circle أو دائرة فthe fluid at the wall of the tank moves along the circular streamline shown with a constant constant تركز على هنا Tangential velocity components of 104 meter per second فهنا كأنه يتنقل على سرعة هذه لكن سرعته دائما 1.04 meter per second وثابتة المطلوب هو إيش المطلوب Calculate the tangential and radial components of Acceleration at any point on the streamline طيب الحل تقريبا مباشرة أني نعطي المعادلتين أو remember two balances اللي شفناهم اللي هي Tangential Acceleration and Radial Acceleration أيضا عندي إيش عندي constant Tangential Velocity constant Tangential Velocity فنروح للمعادلة هذه V ثابتة Derivation حقتها تصبح إيش تصبح سفر فلهذا Tangential Acceleration تسوي إيش هنا تسوي سفر بالنسبة الرadial Acceleration مجرد أني نعوض V بقيمتها اللي هي 1.04 تربية تقسيم R وعندي الر هنا تسوي تم تسوي اثنين فلو سويت 1.04 أص ثنين تقسيم اثنين راح تلاقي النتيجة 05.04.08 متر بار سكند سكوار طيب هنا فقط هنا فقط نشيكوا على المعادلة هذه يعني الأرقام هذه صحيحة أو خطأ ولو في أي شيء يمكن تتواصلوا معايا عن طريق الكرس ميساج هنا كون خلصت Application 1 أو كما قلت تطبيقين سهلين للمعادلة الأخيرة اللي شفناها طيب هنا فقط هل في إمكانية بالنسبة للمعادلة بالنسبة لApplication 1 حساب Tangential and Radial Acceleration إذا في الإمكانية هذه فنرجو الإجابة أو إرسال النتيجة عن طريق الكرس ميساج وإذا ما في إجابة فهل من الممكن أن تعلمون يعني إيش الشيء النقص أو اللي يستلزم كمعطيات عشان نقدر نحصل النتيجة حقتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته